السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شف صلاح البتني قبل ما يبدو الفيديو تاناة عنها اليوم لا تنسوش تسلموا لرسولي علي افضل الصلاوات اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم بيت زاكاري بيت زا تازمان مع شوقت كامل جزائريين ولكن اليوم ان شاركها معكم بطريقة مختلفة راح نشاركها بصلصة بيضة والدجاج من اروع ما يكون بعجينة خفيفة وقطنية هاد الوصفة لازم تجربوها في هاد رمضان لازم تحتفظوا بالوصفة باش ان شاء الله تحضروها اذا خليكم مع الوصفة مشاهدة متعة للجامعة لابدالة بركة الله مع العجين في ريسيبيو راح نجيبو كاس ونص تعماء يكون دافي هاد الكاس ليرفد 220 ميلي لتر عندي ايضا ملعقة متوسطة ملعقة كبيرة ممسوحة تخميرة الخبز ونخلطو هاد المكونات كامل مع بعض جيدا بعد راح نزيد نضيف لنا 6 ملعقة كبار انتع زيت زيتون اللي بيحب زيت زيتون يدير زيت نباتي عندي ايضا ملعقة صغيرة امتع الملح ونزيد ونخلطو هاد المكونات كامل جيدا حتى ينسجمو ومن بعد الهنا نبدو نضيفوه في الفارينة بالتدريج نضيفو الكاس الأول الكاس الثاني الكاس الثالث ومن بعد الهنا راح نستعملوه يدينا ونبدو نلموه في العجين لقيت الهنا بلي العجين تعيي مزال يحتاج الفارينة الكاس الرابع راح نبدو نضيفوه بالتدريج حتى نتحصلوه على العجينة التكونطرية كما كنت شرد ديطل الهنا ثلث كيسر ونصف عفارينة بعد ما تحصلت على العجينة أطرية من دلكوها مولود ديركت نغطيوها يعني جوز تلموها ونغطيوها ونخليوها ترتاح من جهة اخرى نجيبوه ملعقة نتعلم مارغارين ديمة نذوبوها نخليوها تسخن عندي ثلث سنتنتعثم ايضا نقطعتهم شرائح بهذا الشكل نقليهم شوية في ذيك الزبدة من بعد نجيبوه هنا نصف صدر دجاج نقطعوه ايضا شرائح بهذا الشكل شرائح تكون رقيقة ونحطوهم في هذي كلام مارغارين ونقعدو نقلبو فيهم على وجهين حتى يحمارو ولكن نضيفو لهم لنا اضافات لهم الملح وايضا فلفل اسود يعني هذا هو متوابل اللي ان نديرهم تحبو ديرو ايضا الزعتر هذا يرجع لكم انا ما كانش موجود عندي في البيت سينو رح يزيد لكم واحد البنة للدجاج ونقلبو فيه حتى ياخذ لون محمر بعد ما يتبنى هذك الدجاج نحيوه نحطوه في صحن على جهة ونخليه حتى يبرد باش راح يفتتوه وفي نفس الزيت مع هذيك الثوم نجيبو حبة تعمل نقطعوه ماربعة صغيرة مع قرن الفلفل حار ايضا نقطعو ماربعة صغيرة ونقلبوه في هذيك المارغارين مع هذيك الثوم من بعد هنا كيتقلنا هذيك البصلة والفلفل نجيبو علبة على كرام فراش انا استعملت هذي صمام ونضيفو ايضا نصف كعبة تعمل جونبو راح تعطيها بالنو مختلفة نقلبو مليح هذيك الجونبو مع هذيك اللاكرام فراش يعني كي نضيفو اللاكرام فراش زوجت قاق نطفعو عليها النار ما تخليوهاش حتى تختار يعني زيت تختار اكثر بعد ما طفيننا النار على هذيك اللاصوس نروح نجيبو بلاطول مقاس تعمل 45 أعلى 35 ندهلناها بالزيت نجيبو العجين تعمل راح نضيفوه بعد نحيه من الريسيبيون نحطوه ديراكت في هذك العجين تحبو تغطيوه هنا وتخليوه يرتاح باش كي تفتحو العجين تعكم يتفتحلكم كل سهولة سيناول هنا تبدو تفتحو فيه صح راح تلقو فيه صعوبة في البداية لانه كي نضيفوه لازم نخليوه حتى هو يرتاح نفتحو العجين على طول هذك البلاطو ومبعد لهنا نجيو نثقبوها باش ما تجيناش عالية بزاف لانه البلاطو تعيرو شوية صغير سنتقدر تقسمو العجين الى قسمين من بعد نجيبوه ذيك العصوص تعال البصلة والفلفل نضيفوها ونمشيوه على كامل هذك العجين تعنا عفون عندي ايضا زيتون اخضر غيرت له الماشحل مرة حين له ذك المولوحة القوية وجبنا ايضا هذك الدجاج اللي خليناها مع بعض بالملح وفلفل اللي كحل نقطعوه بهذه الطريقة تحبو ديرو الكمية كان باش يجيكم بنين تحبو ديرو اربع يكفي من بعد لهنا نجيبوه الفرماج رابي ايضا الفرماج رابي تحبو ديرو في البداية ولا تخليوا البيزا تاكم حتى نطيب نصطيب وتعودوا تحطوه وتشعلوه الفرن من الفوق لانه بزاف الناس يقولوا له فرماج راهو ما يذوب ليش انا اليوم جبتلكم هذا الفرماج تارتيليس لون بلاش تععو اسود راح تشوفوا اني اعتهو لكم اللي هنا هذا هو عالي ذوبين ومليح بزاف البيزا يعني كي ديرو ديرك لازم تشعلو له الفرن من الفوق انا من الاحسن انكم طيبوها نصطيب بعد باش ديرو الفرماج كي ديرو الفرماج تشعلو لها غير من الفوق ايضا ذي فوتناها الفرن على 180 درجة شعنا لها من تحتكي شونا حمارت على الجوانب زدنا شعنا لها من الفوق خذت لون محمر على الجوانب بهذه الطريقة جبت زيت زيتون اللي هو اساس تاع البيتزا كاري سواء الحمرة او بيتزا كاري سلصة بيضة هذي اللي خدمتها معكم اليوم نديرو زيت زيتون كي ما قلتكم رح تعطيها بنا روعة ونخليوها تدفى شوية من بعد الهنا رح نجيبو جرارة او موس وراح نقطعو البيتزا تانو انتو ما لكم اختيار في الزيين تحبو ايضا ديرو زيتون اسود تحبو وش تحبو ديرو زيتون اخضر هذا يرجع لكم نقطعها الى مربعات متوسطة يعني بلاتو هذا رح يعشيكم يعني تعثثت اشخاص كيوالو لانو البيتزا راهي كما نقول احنا تشبع وايضا جات اللي هنا شو يخشينا ما جاتش دقيقة وهذه هي النتجة اللي راهي امامكم ثاني شوفوا طيبة ملتحتها سوا سوا وملفوق ثاني ما شاء الله اذا نوصلنا نهاية هذا الفيديو وانتمنى ان هاتنا الاعجاب كل وصفة على طهنه اليوم ما بقالي نقول لكم شهيدكم بصحة ما تنسوش دعموني في الانستغرام ما كنتشوفوا في اسفل الشاشة اذا عجبتكم الفيديو طهنه اليوم اذا عجبتكم قناتي معلكم الى اشتراك ولا اعبوني ولا سبسكرايب فعلوا وزر الجرس باش يصلكم كل جديد ما بقالي نقول لكم شهيدكم بصحة المرة الثانية هالله وفروحكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة